السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حباب قلب ان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال سألتوني في الفيديو اللي انا نسا منزلاه من شوية انت كنت بتعملي اكل ايه احيانا بحس ان انتو الوصفة يعني ممكن تكونوا زيقتوا او جالكم ملل فما برداش اتكلم في الوصفة بس اكفر ان انتو تشوفوها وان انا بعمل روتين وكده يعني فانتو حباب قلب طلبتم دلوقتي في التعليقات انت بتعملي اكل ايه انا كنت النهاردة بعمل شربة عطس وبعمل ايش اللي هو زي الروائي اللي هو بيقوله علي ايش الساج وده كانت مكوناتها برا عن 3 كبيات دقيق معليهم حتة جبنة يعني اي منتج من الالبان لبن او جبنة او زبادي اي حاجة انا بعجن بيها العيش عشان ده بتديله طراوة وكدت حط رشة ملح ورشة سكر ومعلقتين سامنة بلدي وبس وبمية يعني الثلاث كبيات دقيق اخدوا كبية مية وكدت بعمل كان عندي نص كيلو لحمة شاورمة اللي هي الشاورمة العادية خالص اللي هو عبارة عن طوم بودر وبصل بودر وخل وزيت وشوية مستاردة ورشة سكر وفلفل وملح وكمون وايه تاني اه وفسين طوم وطبعا في النهاية بنحط البصل مع اللهم اصلي عليك يا نبي بصل وفلفل وطماطم اللي هو التقليد الشاورمة العادية يعني وايه كنت بعمل ايه تاني وشربت عادس زي ما انت شفته كده شربت عادس عادية خالص وخللت وحدتين بتنجان كده بس يا حباب قلبي هو ده وبقولولي في التعليقات هل انتو بتبقوا عايزين الوصفة يعني مسلا ابقى اقول لكم الوصفة انا بعمل ايه والمقدار بتاعها قد ايه ولا انتو بتستكفوا بس ان انتو بتتفرجوا على الوصفة وتشوفوا الروتين اه مش يا حباب قلبي اه مش عايزة بقى اقول لكم يا جماعة ربنا يخليكم اليوم يحرمنيش منكم تعملوا للفيديو لايك وتعملوا اه وتشاركوا في القناة عشان حبيب قلبي قناتي تطلع للنور وتكبر ودايما انتو معايا كده منوريني وسنديني ربنا يخليكم اليوم يحرمنيش منكم يا رب دلوقتي بقى انا عروف طبعا شلت الملايات اول ما شفته كده الملايات دي مليانة طراب ودخلت شغلت عليها الغسالة ودلوقتي طبعا ايه بنضف باكنوس لان العارفين بقى الطراب والكلام ده انا كل اسبوع وكل اسبوعين على حسب ما بلاقيت فيه طراب بروح منضفها عايزة حبيب قلبي اكمل لكم عن اه بنوتي اه ان هي فعلا انا علمتها انها تبقى انسانة مدبرة وانها اه يعني اه على فكرة بنتي والله العظيم تلاتة مش عشان هي بنتي اه بنتي دي عندها عزة نفس رهيبة وحيات ربنا انا ما بروح ازورها ويكون اه يعني انا ما بعرفش خلص هي عندها معا فلوس ولما معاش فلوس والله بتفضل تحلف انا معايا وممكن ما يكونش معاها فاحيانا احيانا مش دايما اكون مثلا هناك اروح حطالها مثلا ايه متين تلتمية جنيه ربعمية جنيه اخبيهم كده في اي حتة واروح واخده بعضي ومشي اه ما اقول لهاش ما اقول لهاش لان انا لو جيت اديتها فلوس في ايديها تفضل تحلف وتدي على نفسها اقول او انت نقصة ده انت كل شوية تعبانة مرة ظهرك ومرة شعرك ومرة سنانك ومرة رجليك ومرة ده هي صحتة فعلا على قدها يعني بنت دي الحمد لله يعني طول عمرها كده صحتة على قدها فدايما حبيبة قلب ربنا يا ربش فيها ويعفيها ويهدي سرها هي وبنات المسلمين امين يا رب العالمين فدايما تشتكي لانت هي فعلا صحتة على قدها لو عملت مجهود اشتغلت شوية زودت كده مثلا في الشغل او الترويق او بتاعت وصل ايه بتشتكي عدمها بيوجعها اه طبعا ايه مش بتتعرض للشمس كتير وطبعا هي الاكل اللي فيه فايدة ما بتاكلهوش يعني ممكن يبقى فيه فاكهة ما تاكلش فاكهة خالص يعني فاكهة دي يعني ما تفهموش بتخاف تاكل الفاكهة ولا ايه الله هو اعلم فانا اه ليه انا بقول الكلام ده عشان كان فيه تعليق تعليقين امبارح على الفيديو بتاع امبارح ان هي عسلا مصروفة قليل وكده يعني هي مش بتشتكي هي بتقول يعني ان انا مصروفي ايه بقى بعرف ادبر اموري فكان داخل حد معلالها ما انتو عارفين اللي هو يوميات فاروق داخل يعني بمعناه بقول لها يعني يعني انت بتا ايه اللي انت بتقوليه ده او بتاع فيش حد بيعيش بده ده اللي انت بتكلمه عنه ده الواحد يزرفه في اسبوع يعني والله كل واحد على قد ظروفه كل واحد على قد حاله اه ممكن حد ياخد خمس تلاف جنيه ولا سبع تلاف جنيه ما يكفوش طول الشهر وممكن حد ياخد الف او الفين يكفوته للشهر فربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الاليل اه خاصة ان لما يبقى فيه قليل وما يبقاش فيه غير هو ده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيجهل البركة في الاليل تمام يعني ازن الكلام ده محدش عليه يعني مفيش اختلاف في الكلام ده اه وبنتي عندها عزة نفس والله العظيم عندها عزة نفس رهيبة يعني مثلا لما بقى اه مثلا ابقى عندي فكرة ونادرة لما بقى عندي فكرة انها ما معاش فلوس تفضل تحلف مت يمين والله ما هياخد والله ما معا والله ما يعني طولي بص يا ماما طب فيه اكل في التلاج وفيه اكل في الفريزر وفيه انا هعوز الفلوس ليه فيه اكل وفيه كل حاجة وجوز يومين ثلاثة وهيقبض استحالة استحالة عندها عزة نفس رهيبة والله مش عشان هي خطر مش عشان هي بنتي انا بقولي الكلام ده انا بتكلم الكلام ده حقيقي بنتي عندها عزة نفس رهيبة عايزة اقول لكم زمان وهي في اعدادي كنت بديها مصروف كنت بديها مصروف اه اه تركب كانت المدرسة مثلا بعيد فكانت ايه اه توفر المصروف اه تجيب بي حاجة نفسها فيها وتروح هي وصاحبتها تخرم من حتة كده اه زي زرع زي غيد كده تخرم منه هي وزملتها طبا الحتة دي كانت مقطوعة وتحت كبري وفيها زراعة وبتاعة كنت تقول لها بلاش بلاش انا خايفة عليك انت وصاحبتك بلاش اركبه بتاعة المهم يعني ما كانش تسمع الكلام اه في يوم اه هي قعدت اه فترة كده تروح تجيب ايه كشري اه كانت جنبنا واحدة اه في بيتها يعني بتعمل كشري وجوزة كان بيطلع بعربية الكشري يقف بيها كده يبيع كشري وكده يعني فالستي كانت بتعمل لجوزة الكشري في البيت وياخده يبيعه كان عنده عربية اه فالمهم كانت هي على طول كل يوم تروح تجيب الكشري تمام تروح تجيب كيس كشري من من البيت ولولا كانت تتوصى بيها وكده اه وكانت الفلوس اللي معاها يبدو ان ما كانتش الفلوس المصروف اللي كنت بدولها كان قلкую اللي ما كانش مكفيع فما بقيتش يعني ما بتقوليش يعني تقول لها الستت تقول لها اجيب لك الفلوس بكرة 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 لحد لما تجمع كام سبع جنيه او خمسة جنيه ونص حاجة زي كده الستي دي قد انا بروح امرض من عندها ميا ليه البيت اللي انا كت سكنة فيه ده ما كانش فيه ميا مية اللي هي الترمبة ناخس الموعين وناخس ما كانش فيه حنفية ولا فيه مية في البيت أصلا اللي كان عايز يعمل مية كان لازم يدق ترمبة ويكلف ويعمل وبتاعه والراجل اللي احنا كنا ساكنين في بيته ما كانش ايه عامل مية في البيت وكده يعني فكت اطلع يعني الولاي اخد منها ايه املي جردالين ثلاثة نخسل بيهم موعين نتشطف بيهم كده والعربية اللي كانت بتعدي كانت فيه عربيات بتعدي مليانة جراكن مية مية حلوة مية للشرب يعني فكنا برضو جراكن للمية ففي يوم انا راح اشري من الست دي قصدي اخد منها جردالين مية يعني فلقيتها بتقولي ده بنت كل يوم بتيجي تاخد مني كشري كل يوم بتاخد مني مش عارف من نص جنيه ولا بخمسة وسبعين قرش قلت لها ايه ده ديقتي جدا قلت لها اتكسافت ولوليها بتقولي ده انا ليه عندها فلوس قد كده انا ليه عندها كس خمسة جنيه او سبعة جنيه جريت طبعا انا خدت جردال مالت جردال المية وروحت البيت جبت الفلوس قلت لها حبيبتي ومتشكري ربنا يخليك جات بنتي بقى قلت لها حسك عينك تشتري حاجة تاخدي حاجة شكك اوعي قالت لي يا ماما انا كنت هدىها الفلوس من الثانية بس اخد منك فلوس وايه و فهي يعني بنتي ما حبتش ت ايه بقى من يوم وهي كده ما حبتش انها ترهقني بالمصاريف فقلت انا من مصروفي هحوش لحد لما كمل فلوس اللي بتاعت الكشري دي وديها للست واخدين بالكو فوالله العظيم بنتي عندها عايزة نفس جمدة جدا ويعني طول عمرها وهي كده عندها عايزة نفس جمدة جدا وعمرها مت لو مثلا وهي صغيرة خدتها مثلا وروحت عن دجارة او حد معرفة او كده نعد نزور حد اه لو تقدموا اي حاجة استحالة انها تاخد منها يعني تاكل منها اللي لما انا بوصلها وقول لها اه طب يا حبيبتي كلي او خدي فمن الصغر وانا معودها على كده انها متاخدش حاجة من حد انها تدبر امورها اه اه بنفسها ما تستلفش من حد اه تماشي اي ارش تماشي بيه يعني ما فيش فلوس بتاق في شوية عدسة عمليهم في شوية فولة عمليهم في شوية مكارونة عمليهم اه ربنا موسحة والدنيا ماشي خلاص ما فيش مشكلة فعلى فكرة دي حاجة كويسة انا غرستها فيها يعني انا اللي خلتها انها تبقى كده فدي حاجة كويسة جدا اه يعني فيه ناس ما بتعرفش تتعود على كده فيه ناس تفضل تشتكي ده ما فيش اكل ده ما فيش شرب ده ما فعلا اه لقد ما فيش معرفش ايه الحكاية الرواية انا ما عنديش انا بتاع لأ بنتي انا غرست فيها انها دايما تقول الحمد لله وان هي تماشي باي حاجة هي معاها فهي لما بتتكلم وتقول اه وفرت وعملت وسويت لأ كلام بنتي حقيقي ما يعني ما ما بتقولش اي حاجة وكمان بنتي على نياتها تلقائية يعني مش عنداش حتة الخبس اه كتير رحو دولة انت انت بنت هابلة يا بنت على نياتك ليه كده يا بنت يا بنت تواعي خليكي واعية فهي دي خلقة ربنا هي دي طبعتها اه يعني هي دي طبعتها اللي يعرف بنتي يعرف لا هي تعرف تلف ولا تدور ولا تتخابس ولا اي حاجة والله والله يا جماعة انا مش باشكر في بنتي هي دي الحقيقة انا نفسي ما تكونش كده خالص انا نفسي تبقى بنت مخربشة يعرفين انتو يعني مخربشة يعني مش حد مخربشها يعني مخربشة انت تبقى وعية كده تبقى تلعب بالبضى والحجر يعني كالنفسي في بنتي تبقى تلعب بالبضى والحجر وكده وعية ومدقدقة انما بنتي على نياتها وغلبانة ويمكن دي حاجة حلوة فيها فعلا يعني ان هي بطبيعتها كده يعني فعلا بتهيل انها حاجة كويسة فيها فربنا يا ربي يشفيها ويعفيها ويهدي سرها ويخليلها ولادها انا هنا كنت مصورة كم مقطع يعني او في السوق ان انا بباح خضار مع واحدة كنت هزا نزل لكم الفيديو فطبعا انا لما احيانا بصور فيديو ولاقيه مش عجبني او يعني مش شايفة فيه ان هو يعني طول ما انا وقفة ببيع خضر يعني طب ايه الحلو فيه فبصراحة عايزة امسحه فقلت طيب ماشي انا نزل لكم مقطع من من الخضر دي ان انا وقفة ببيع وكده فبنتي حتى لما شافت المقطع قلتلي يا ماما ده طب انت يا ماما يعني مش عجبني قوي فقلتلي بصراحة انا تعبت وصورت ان انا ببيع خضر في السوق قلتلي هو ده اللي حصل عموما انا ايه قلت هنزله المقطع كده من مع مع الفيديو بتاع الروتين اللي هو بتاع الروف ده هنزله وخلاص بقى عشان امسح المقاطع اللي هي بتاعة الخضرة دي في كتير ساعات الواحد يصور حاجاته بتاع وبعدين يقعد كده مع نفسه بصراحة ليش نفسه مقتنع بيها انا من الناس دي يعني دايما احس المقطع او الحاجة دي مش مقتنع بيها مش عجباني قوي فتلاقوني مسلا مسحتها فانا كنت عاملة عايزة اقول لكم عاملة مقاطع كتير من بتاع دي سبع تمن مقاطع حزفت كله ففضل المقطع العقيم ده فقلت طب انا ازله مع الروتين كده وتقولولي رأيوكو ايه اه هو مش عاجبني بس برضو اه انا احب ان انتو اخد رأيوكو يعني اه في كل حاجة اه كنت هقول ايه اه الله وما صلي عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللي جاي او يوم يوم الخميس بليل او يوم الجمعة ان شاء الله اه هنزل اصور في محل كده بتاع اه ادوات منزلية ونزل لكم